موسيقى السادسة مساء بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة من القاهرة الاخباري اهلا بحضراتكم اهلا همام شكراً يا داما ومرحباً بكم وهذه ابرز العالمين الامين العام للامم المتحدة يعرف عن صدمته من مستوى الدمار الذي احدثته الحرب الاسرائيلية في جميع انحاء قطاع غزة نتنياهو يقول ان كل اسرائيل اصبحت خطة مواجهة ويؤكد عزم حكومته على مواصلة القتال بالجبهات كافة حتى النصر الكامل الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لاجبار اسرائيل على وقف عدوانها في قطاع غزة موسيقى موسيقى إلى تفاصيل هذه النشرة والبداية باخر تطورات الاوضاع في قطاع غزة موسيقى اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال 10 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية واكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة الى 28775 شهيدا و68552 مصابا منذ 7 من اكتوبر الماضي استشهد 11 فلسطينيا واصيب اخرون في غارة شنتها طائرة الاحتلال الاسرائيلي على منزلين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة هذا وافدت سائل اعلام الفلسطينية بان تواقم الاسعاف والانقاذ انتشرت جثامين الشهداء والجرحة من تحت الانقاذ وما زالت تبحث عن عالقين وتحاول اخماد حريق نشب في المكان جراء القصف الاسرائيلي هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان خمسة من المرضى في العناية المركزة قد استشهدوا نتيجة لتوقف الاكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وحملت الصحة الفلسطينية جيش الاحتلال المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المجمع دعية جميع المؤسسات الاممية الى سرعة التدخل لانقاذهم اعلنت منظمة اطباء بلا حدود ان قوات الاحتلال اكبرت طاقمها الطبي على الفراري من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ودعت منظمة اطباء بلا حدود القوات الاسرائيلية دعتها الى ضرورة وقف هجومها على المستشفى بشكل فوري اكد الامين العام للامة المتحدة انطونيو جوتيرش ان شيئا لا يمكن ان يبرر ما يفعله جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وابدى جوتيرش صدمته من مستوى الدمار الذي احدثته الحرب الاسرائيلية على جميع انحاء القطاع لا شيء يمكن ان يبرر العقابة الجماعية للشعب الفلسطيني في الرد العسكري الاسرائيلي على هجوم السابع من اكتوبر ان الوضع في غزة يشكل ادانة مروعة للجمود الذي وصلت اليه العلاقات العالمية مستوى الموت والدمار صادم في حد ذاته والحرب تمتد ايضا خارج الحدود عبر المنطقة وتؤثر في التجارة العالمية اكدت الامم المتحدة ان اكثر من 70% من البنية التحتية المدنية و84% من المرافق الصحية في قطاع غزة دمرت او تضررت بشدة نتيجة القصف الاسرائيلي واضفت الامم المتحدة ان قطاع غزة لم يعود به مكان امن دعاية الى ضرورة حماية المدنيين في القطاع بعد انباء العملية العسكرية الاسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة صار النازحون المكدسون هناك في موقف لا يتبينون منه مصيرهم وفي ظل التهديد الاسرائيلي للمكان الامن الاخير في غزة قرر بعض النازحين الرحيلة من رفح والعودة الى وسط القطاع لأسابيع ظل جيش الاحتلال الاسرائيلي يضغط على الفلسطينيين في مختلف انحاء غزة من اجل النزوح الى مدينة رفح الفلسطينية جنوبية القطاع على اعتبار انها المكان الامن الوحيد من القصف ولان الامر لا يعد كونه خطة منزوعة الرحمة ولانها اسرائيل شن جيش الاحتلال هجمات بين حين واخر على المدينة التي وعد بانها امنة لكن الفلسطينيين المغلوبين على امرهم لم يجدوا مفرا من البقاء في المدينة الاقرب الى مصدر شاحنات المساعدات التي تدخل بصعوبة بالغة في ظل الصلف الاسرائيلي في التفتيش اما الان ومع اعلان رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو نيته تنفيذ عملية عسكرية في المدينة الفلسطينية المكدسة بالنازحين قرر البعض من هؤلاء المساكين ان يعودوا ادراجهم الى وسط قطاع غزة فرارا من الاجتياح المحتمل الذي تدينه غالبية الاطراف الدولية حتى الداعمة منها لاسرائيل منذ بداية العدوان على غزة في السابع من اكتوبر الماضي انا بيتي راح من اول ثلاثة ايام من اول حرب من اول ثلاثة ايام راح وانا قاعد بقول وبناشد ان شاء الله ربنا يقدر ونرجع غادي عالشمال مش مدناش لا هجرة ولا بدناش احنا بنظن قاعدين في غزة احنا بنظن قاعدين في غزة وانا بتظن يقاعد في بيت حنون كمان وعرض امتبعي بيجيبوا اعمال لي نتفت خيمة واقعد انا وولاده وخلاص كأنهم بدون رحل تنقل كثير من النزحين الفلسطينيين بين مدينة واخرى في القطاع المنقوب حاملين اخشابا وقطعا من القماش او البلاستيك هي منزلهم المحمول حكولنا في منطقة هنا في الزوايدة اجينا عليها قالوا يمكن امنة وهينا قاعدين فيها لابين الله ما يفرجها علينا وبنعرف اشتا وقتاش يمكن يجوموا يهددونا يقولونا اطلعوا منها مش عارف الوحد وين بد يروح وين تضل يعني احنا قلنا منطقة رفح اقمن منطقة وبتضلها منطقة اامنة وبنقعد فيها وضلنا قاعدين فيها بس خالص هي بدي مخشوها كل هذه المآسي وما زالت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لا تقيم وزنا لأي نداءات او تحذيرات دولية من اثار امعانها في العدوان على الفلسطينيين واراضيهم فلا نامت اعين القساء اكد العهل الاردني والملك عبدالله الثاني على ضرورة وقف فوري ودائم لاطلاق النار في قطاع غزة وخلال مؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي امانويل مكرو في قصر الاليزيب العاصمة باريس قال العهل الاردني ان حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة للسلام في المنطقة نحتاج الى وقف دائم لاطلاق النار في غزة كما ان شنه دم اسرائيل على رفح التي نزح اليها نحو مليون ونصف سخص من الدمار الدائر في القطاع سيكون له تبعات كارثية انسانية انسانية كارثية لا يمكن القبول بها علينا ايضا العمل مع الاصدقاء والشركاء لتجنب امتداد هذا الصراع الى المنطقة وقد رأينا كيف يمكن ان يؤدي امتداد الصراع في المنطقة الى اثار كارثية اذا استمرت الحرب المدمرة في غزة والتصعيدات في الضفة الغربية والقدس استمرت ستمتد اثار كل منهما الى المنطقة بشكل كبير ان الحل السياسي الذي يقود الى السلام على اساس حل الدولتين هو للسبيل الوحيد لضمان الامن للفلسطينيين والاسرائيليين والمنطقة كلها من جانبي قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرو ان بلاده تتشارك نفس المخاوف مع الاردن ومصر بشأن التهجير القسري للموجودين في رفح الفلسطينية كما شدد ماكرو خلال المؤتمر الصعفي والذي عقده مع العاهل الاردنية ملك عبدالله بن الحسين انه يتعين تجنب حدوث تصعيد بالمنطقة خاصة في لبنان والبحر الاحمر اكد المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان ان نحو 88 الف طالب فلسطيني حرموا من مواصلة تلقي تعليمهم الجامعي وتعذر على 555 اخرين الالتحاق بالبنح الدراسية في الخارج بسبب استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واضاف الاورو متوسطي لحقوق الانسان ان 98 من اساتذة الجامعات استشهدوا وخمسة من اصل ست جامعات في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل او جزئي بفعل عمليات الاستهداف الاسرائيلي مشيرا الى ان الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات في غزة من قراء التدمير تفوق 200 مليون دولار لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل رامي عبدو رئيس المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان في جينيف أستاذ رامي أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية يعني هذه الدراسة ما تم اصداره من قبل المرصد الاورو متوسطي ومتابعته فيما يتعلق بالطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا وضع الجامعات كيف يمكن تقديمها سواء كان لمجلس حقوق الانسان أو رفعها حتى للأمم المتحدة يعني بالتأكيد ما رصدناه هو يأتي في سياق ما تحدثنا عنه سابقا ليس فقط في إطار جرينة الإبادة الجماعية وإنما في إطار استهداف أسس الحياة وجعل غزة منطقة الصالحة وبالتالي نحن نعمل بشكل دائم على تزويد كل الجهات الدولية والآليات الدولية لحقوق الانسان والجهات الأممية وأيضا على مستوى مؤسسات التعليم العالي حول العالم وفي هذا الصدد ربما شرعنا خلال اليومين الماضيين في حملة واسعة من أجل يعني إيصال مثل هذه الجرائم إلى المستويات الأكاديمية والجامعات حول العالم لإشراكها في بوء ما يجري بحق الجامعات الفلسطينية ومطالبتها باتخاذ موقف موحد تجاه هذه الجرائم لأنه عمليا ما يجري حقيقة هو أمر غير مسبوك نحن نتحدث بكل تأكيد عن استهداف شامل للتعليم سواء التعليم البدرسي أو التعليم الجامعي وهو ما يعني بكل تأكيد أن الفترة القادمة لن يكون بمقدور طلبة الجامعات الفلسطينية والجامعات الفلسطينية في قطع غزة استئناف أعمالها يضاف إلى ذلك بكل تأكيد عمليات الاستهداف الممنهجة والمستمرة للأكاديميين وساتف الجامعات وأيضا عمداء ورؤساء الجامعات وبالتالي أعتقد أن هناك مسؤولية علينا أن نوصل هذه الرسالة وهذا ما نفعل حقيقة على مستويات عدة فيما بينها ومقدمتها أيضا وزارات التعليم العالي في دول الاتحاد الأوروب الذين يعني بالتأكيد يتحملون مسؤولية تصدير مواقف على الأقل أخلاقية ترفض هذا الاستهداف للجامعات الفلسطينية في ضوء برامج التعاون التي تمارسها الجامعات الأوروبية مع الجامعات الإسرائيلية والشراكات المتواصلة التي سواء في برامج البحوث أو حتى في البرامج الأكاديمية بين تلك الجامعات والجامعات الإسرائيلية يعني أستاذ رامي هذا فيما يتعلق في الجامعات وأيضا هناك استهداف للمدارس ومن المتوقع أن يكون هناك وقف لعمل الأونروا في قطع غزة إذا ما استمرت الدول الأوروبية في قرارها بتعليق الدعم للأونروا في قطع غزة كيف من الممكن أن يتم الضغط على الدول الأوروبية على الأقل لدعم مواصلة دعم الأونروا لتتمكن حتى من تقديم عملها سواء كان في المدارس أو حتى في الصحة في قطع غزة نحن نعتقد أن وقف التمويل كل من البداية هو انخراط ربما يعتقد البعض أنه مباشر لكنه على الأقل هو انخراط غير مباشر في جريمة اللبادة الجماعية لأنه عمليا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونر وهي جهة مسؤولة عن حوالي 75% إلى 70% من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطع غزة وبالتالي تقدم خدمات ليس فقط في إطار الصحة والرعاية الإنسانية وإنما حتى في التعليم الجزء الأكبر من المدارس في قطع غزة يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وهذه المدارس دمرت تقريبا في معظمها حوالي 70% من المؤسسات التعليمية أو المدارس أو المباني المدرسية تم استهدافها وتم تدميرها وهذا تقرير بالمناسبة تم رصده عبر الأقمار الصناعية من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة وهي Education Cluster وهي تحالف لمنظمات الأمم المتحدة وثق هذه العملية وبالتالي أعتقد أن الموقف الأوروبي سيعاني من مأزق أخلاقي إيجاد إذا استمر في إطار وقف عمليات التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بداءا على ادعاءات إسرائيلية لم تحدث وبالتالي سينظر لهذا الموقف ليس كذلك فقط وإنما انسياك وتساوق مع الرغبات الإسرائيلية في شط الحق الفلسطيني فنحن هنا نتحدث عن حق العودة وعنوانه الأبرز هو عنوان اللاجئين الذي يعبر عنه عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبالتالي الاتحاد الأوروبي ودول الأوروبية مطالبة أكثر من أي وقت مضى باستئناف التمويل بل وزيادة التمويل وأيضا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف هذه الجرائم وأيضا حتى تحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما ارتكبه من عمليات تدمير وتهديد لأسس الحياة في خطاع هل من الممكن أيضا فيما يتعلق بأيضا تدمير خمس جامعات من أصل ستة وتأكيد المرصد على أن الدمار يفوق المتين مليون دولار هل من الممكن أن تدخل هذه المبالغ ضمن أيضا خصة إعادة الإعمار بعد العدوان على قطع غزة أولا وهل من الممكن أيضا أن يكون هناك إعادة نظر للطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق في الدراسة في الخارج وهذه المنح التي قدمت لهم يعني بالتأكيد أنا أعتقد أن هناك حاجة على المستوى الدولي لخطة عاجلة من أجل إنقاذ ططاع التعليم العالي ربما هناك حاجة لأن تتضافر جهود الجامعات في المنطقة أيضا لاستيعاب هؤلاء الطلبة وتقديم برامج وأعتقد أن هناك بعض المبادرات لكن هذه المبادرات غير ناضجة حتى هذه اللحظة وأيضا هناك مسؤولية على المجتمع الدولي جهة إعادة إعمار هذه المنشآت المنشآت التعليمية وضمان انتظام العملية التعليمية وتزويدها ورفضها أيضا بالأكاديميين الذين قتل العشرات منهم وبالتالي نعتقد أنه هذه مسؤولية مجتمع كامل والمجتمع الدولي يجب عليه ليس فقط أن يتعاون فيما بينه ويدعم استئناف العملية التعليمية وإنما يتخذ إجراءات حقيقية من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي عبر وقف التعاون مع الجامعات الإسرائيلية وأيضا إجبار الاحتلال الإسرائيلي على تحمل تكلفة إعادة إعمار هذه المؤسسات وأيضا اتخاذ إجراءات في المحافل الدولية والمحافل الأكاديمية يعني تضع الاحتلال الإسرائيلي في موضع الاتهام والمساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم لأنه لا يعقل بأي حال من الأحوال الاستمرار في البرامج الأكاديمية والبرامج التعليمية والتعاون مع مؤسسات الاحتلال العسكرية والتعليمية من قبل جامعات دولية ومؤسسات تعليم دولية في الوقت الذي يشن الاحتلال الإسرائيلي فيه حرب إبادة ضد المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي الفلسطيني على وجه الخصوص نعم كل شكر لك أستاذ رامي عبدو رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في جينيف كنت معنا من بروكسل هذا وبدأت البعثة المشتركة لكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين بدأ توثيق شهادات الجرحة الفلسطينيين وذويهم خلال تلقيهم الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية وتضم البعثة فريقا مشتركا من المحققين الميدانيين من كل المؤسستين وقد بدأت البعثة نشاطها الميداني في الأراضي المصرية انطلاقا من مناطق شمال سيناء وتحديدا من معبر رفح الحدودي حيث يتم توثيق شهادات الجرحة والمصابين وتعرف على الوقاع التي أدت للإصابات وحجم الأضرار تمهيدا لربط هذه الشهادات مع الملفات الجاري أعدادها ميدانيا للتوثيق الجنائي للوقاع من أجل تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا وقد أكد محمود قندي لمحام وعضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان ورئيس التحقيق في جرائم الحرب ضد أهالي غزة الذي أكد أن مهمة البعثة بدأت من خلال المستشفيات المصرية في الشيخ زويد والعريش وبئر العبد وقال إن هناك نمطا ممنهجا للإصابات يأتي من خلال بتر الأطراف وحروقا شديدة نتيجة التعرض لنوع معين من الأسلحة في مقال أحمد رضا مسؤول الوحدة العربية القانونية في المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأحد أفراد البعثة أن البعثة تتبع شقين أحدهما قانوني لتجميع الأدلة لملاحقة مجرم الحرب والثاني حقوقي لرصد الانتهاكات التي تعرض لها أهالي قطاع غزة خلال ذلك العدوان العمل البعثة ومهماتها الأساسية في توصيق جرائم الحرب التي تمت في غزة من خلال توصيق شهادات المصابين ومن الجرحة ومرافقهم الموجودين في مصرفات الشيخ زويد والعريش وبقر العبد تحديدا ولحظا فيه نمط من الإصابات وده بيعكس منهجية في الجرائم والنمط هذه الانتهاكات أو الإصابات كان واضح فيه أغلب الإصابات بتر في الأطراف وهناك أيضا يعني فوقنا بنوع آخر من المصابات هنا أول مرة نسمع عنه هو فقد فقدان الجلد لتعرض لنوع معين من الأسلحة فيه شقين في البعثة الشق القانوني اللي هو تجميع الأدل أو الحالات اللي ممكن نستند إليها في القضايا اللي ممكن نلاحق بها مجرم الحرب الاحتلال الإسرائيلي ودي مش أول مرة منظمة بتعملها مع المركز الميزاني ومركز الفلسطينية فيه الشق الأخرى وشق الحقوقي اللي هو تقرير بعثة التقصي بيتنبي يعني بيشوف الحالات اللي موجودة يستمع للجرحة يستمع للمرضى يشوف الواقع الإنساني اللي مروا بيه الأنماط الانتهاكات اللي بيتم رزدها وكيفية وتوسقها ثم وضع بعض التوصيات الاستنتاجات للأرقام والشوادي اللي ممكن نوضح بيها سواء للحكومة المصرية اللي من التعامل معها أو حتى للحكومة الفلسطينية وما إلى ذلك يعني والمجتمع الدولي طبعا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي بشرق أسدود تشي بأن كل إسرائيل أصبحت خط مواجهة وأكد نتنياهو عزم حكومتها على مواصلة القتال حتى النصر الكامل على كل الجبهات واستعادة الأمن والسلام لجميع الإسرائيليين إلى ذلك يتفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إطمار بن جفير موقع حادثة إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي شرقي أسدود أفدت مرسلتنا أن بن جفير أكد أن هذه الحادثة تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح على الإسرائيليين سينقض حياتهم متعهدا بتستيح جميع الإسرائيليين وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين بجروح بالغة في إطلاق نار على موقف الحافلات شمال كريات ملاخي شرقي أسدود وأشارت وسائل إعلام إلى استشادي منفذ عملية إطلاق النار في محطة الحافلات مضيفة أنه تم إجلاء الجرحة من موقع الحادثة وأن حالتهم بين متوسطة وخطيرة وطلبت قوات الشرطة من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي أن يبقوا في المنازل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك البرية جنوبي قطاع غزة وبذلك ترتفع حصيلة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 234 قتيلا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في مؤشر على تراجع شعبية حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم بزعمة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معارف الإسرائيلية حصول الكتلة المناهضة لنتنياهو على غالبية مقاعد الكنيسة في حال إجراء الانتخابات وأشرت الصحيفة الإسرائيلية لأن المعارضة الحالية إلى جانب حزب الوحدة الوطنية بزعامة بن جانتس يمكن أن تحصل على 76 مقعدا من مقاعد الكنيسة والتي يبلغ عددها 120 مقعد إذا أجريت هذه الانتخابات هذا واتسعت فقوة الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ومجلس الحرب في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وأصبح الاتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو مهددا بالانهيار بسبب خلافات مع القادة الإسرائيليين حول تبادل الأسرى والمحتجزين وتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ومجلس حربه يتخيلون أن قرار الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي سيكون بمثابة المسمار الذي يدق في نعشهم ويفرق شملهم فاستمرار العدوان تسبب في حالة من الارتباك والخلافات وعدم الثقة بين قادة الاحتلال الإسرائيلي الائتلاف الحكومي الهش بقيادة بن يمين نتنياهو كان قريبا من الانهيار بعدما بحث الوزيران بني جانس وجادي أزينكوت الانسحاب من مجلس الحرب متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرة والمحتجزين والتي استبعد جانس وإزينكوت بشكل شبه كامل من عملية صنع القرار بها ويرى محللون أنه يدور الحديث عن أن نتنياهو رفض مسودة اتفاق اضطراري أعدها الجيش بخصوص تبادل المحتجزين والأسرة ومنع الوفد الإسرائيلي من مناقشتها في القاهرة كما طلب من الوفد المشارك بالمفاوضات الاستماع فقط وعدم التفاوض حالات الخلاف بين نتنياهو والقادة الإسرائيليين وصلت إلى حد العملية العسكرية المتوقعة في مدينة رفح الفلسطينية فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن نتنياهو منزعج من تردد الجيش ومخالفة تعليماته لتنفيذ هذه العملية بسبب الضغط الدولي لعدم القدرة على تلك الخطوة خلافات واضحة للعلن دفعت العديد من القادة الإسرائيليين وأهالي المحتجزين للتأكد من أن رئيس الوزراء الحالي يريد استمرار الحرب لأسباب شخصية ويكرس كل جهوده لإعاقة الحلول الدبلوماسية والسياسية من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي كل يوم يودع أهالي غزة أحباءهم ممن يستشهدون ولكن في ساعات الفجر تحديداً يزداد القصف الإسرائيلي بقدر كبير صارت ساعات النهار في غزة موزعة بين وداع الأهل وصلاة الجنازة والذهاب إلى المقابر وانتظار يومي لموت مرتقب تختلف العادات الصباحية في قطاع غزة لم يعد يستيقظ الناس منذ شهور على رائحة القهوة بل يستيقظون على دخان الصواريخ وأتربة المنازل المدمرة في صباح أيام غزة الحزينة لا تكتمع الأسر حول مائدة الإفطار ولكنهم يجلسون بجوار جثامين أحبائهم من شهداء يتساقطون في كل ساعة في صباحات غزة ليس هناك تبادل لتحيات الصباح لقد استبدلت بصلاة الجنازة وقراءة أدعية المتوفي نهار غزة لا يجلس فيه أهلها آمنين في منازلهم أو متنزهين في الحدائق أو متجولين في الشوارع نهار غزة يقضيه أهلها في المقابر لدفن عائلاتهم في ساعات الفجر تنفتح شهية العدو المتعطش للقتل والدمار في تلك الساعات الساكنة التي يحاول فيها المنكبون من أهل القطاع إغلاق عيونهم ولو لدقائق للذهاب في عالم الأحلام على أمل الهروب ولو لساعات قليلة من الكابوس الواقعي الذي يعيشون فيه تبدأ آلة القتل في سن أسلحتها والانقضاض كما الوحوش المخيفة لتهد مضاقع النيام وتحول لياليهم لرعب ونهارهم لحزن كل ساعة يزحف الحزن ويعتصر قلوب أهل غزة لم يعد هناك مفر ولا مهرب من الموت الذي يلاحق جميع سكان القطاع من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه صار من بقي من أهل غزة ينتظرون دورهم في قوائم القتل التي قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنجازها على مرءا ومسمع من العالم كله ويؤدي جيش الاحتلال دوره يوميا بأعلى درجات النشاط والدأب لشطب أكبر عدد من الأسماء المدرجة على قوائم انتظار الموت نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات المصرية سباقا للرقض من أجل غزة تضامنا مع القضية الفلسطينية وشارك في السباق أكثر من عشرة ألاف متسابق ومتسابقة من أعمار وجنسيات مختلفة على أن يتم تخصيص جميع العائدات لصالح أهل قطاع غزة سباق الجري من أجل غزة بتنظيم من مجلس القبائل والعائلات المصرية وبالتعاون مع عدد من الوزارات داخل محمية وادي دجلة بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار تضامنا مع أهلنا في غزة أكثر من عشر تلاف واحد في كافة المواقع من جهات حكومية وزارات مجلس قومية مجتمع مدني كتع خاص رعاة شباب متطوعين أطفال من مدارس من مؤسسات الرعاية بنرسل رسالة دعم ومسندة للشعب الفلسطيني الحياة الرسالة دي لم نبدأها اليوم ولكن بدأت منذ اليوم الأول من الهجوم الغاشم على أشقائنا في غزة في 7 أكتوبر كانت مصر سباقة في المواقع كانت الأكثر كرماً والأكثر إحساساً بالخضية نحن من جنوب أفريقيا نعيش في مصر حالياً ومتحمسون للمشاركة في هذا السباق من أجل دعم غزة وفلسطين وكل ما يحدث هناك نعمل أن ينسى هذا الكبوس وكما تعلمون جنوب أفريقيا أيضاً داعمة كبرى للفلسطينيين في غزة أنا من اليابان وأنا أريد أن أظهر دعمي لغزة لهذا أشارك هنا هذه هي المرة الأولى لي لأشارك في حدث كهذا الرياضة لها دور كبير في تقريب الشعوب تجسدت تلك الصورة في هذا السباق بمشاركة أكثر من 30 دولة من جنسيات وأعمار مختلفة صباق تنافسي في مسافة بلغت عدة كيلومترات على أرض مصرية على أن يتم تخصيص جميع العائدات لصالح أهل قطاع غزة أنا من زمبابوي وأنا سعيدة للغاية بوجودي هنا وبالمشاركة من أجل دعم غزة والفلسطينيين في قتالهم والموقف الصعب هناك أنا هنا لأنني أريد أن أظهر دعمي لغزة العديد من الميداليات والجوائز وصدعت على الفائزين في سباق الجري من أجل غزة سباق شعبي دولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة خلال هذه الفترة العصيبة من أجل الحرية والإنسانية من أجل الطفولة سباق يعكس رسالة تكاتف وتضامن كامل ويثمن الجهود المصرية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة من العاصمة المصرية سلسبيل سليم هنا القاهرة عاصمة الخبر نشرة السادسة مدواصلة من عاصمة الخبر وفيها بعد الفاصل العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن كالبحر الأحمر تنطلق يوم الاثنين الخادر ترجمة نانسي قنقر أهلا مع حضراتكم مجددا قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إقامة الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن أمين نتنياهو بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن نتنياهو يتحدى الإجماع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية ويطرح شروطه وإملاءاته على العالم بهدف وقد أي جهود أو أفكار بشأن قيام الدولة الفلسطينية أقام المستوطنون الإسرائيليون 26 بؤر استيطانية بالضفة الغربية خلال عام 2023 منها عشر بؤر منذ اندلاع العدوان العسكري على قطاع غزة هذا وتشير التقديرات إلى أنه حال استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة فمن الممكن أن يتجاوز عدد المستوطنين 600 ألف بحلول عام 2030 في الضفة الغربية وحدها المزيد في سياق العرض التالي مع الزميل محمد عبيت شهد عام 2023 ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في إقامة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية حيث توفر سلطات الاحتلال الخدمات الأساسية لها وتتولى قوات الجيش حمايتها خلال العام السابق شهدت الضفة الغربية إقامة 26 بؤر استيطانية غير شرعية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية رسميا إلى أنها قامت بتقديم الدعم الكامل لها بما يخالف القوانين الدولية ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرع المستوطنون في بناء عشر بؤر استيطانية مستغلين في ذلك انشغال العالم بالحرب التي تمارس بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتشير التقديرات أنه حال استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية فمن الممكن أن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة لستمائة ألف بحلول عام 2030 الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين شاركوا في أعمال عنف بحق المئات من الفلسطينيين في الضفة الغربية ويبلغ عدد التجمعات الاستيطانية 300 تجمع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية كاشفة أن هذا الرقم يتكون من 146 مستوطنة معترف بها إسرائيليا و154 بؤر استيطانية عشوائية المستوطنون ينقسمون إلى فئتين الأولى تنطلق من أيدولوجية دينية يسعى أتباعها إلى استرقاع الأراضي التوراتية والثانية تعيش في المستوطنات بسبب السكن الرخيص والحوافز المالية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لسكان تلك المستوطنات تعتبر الغالبية العظمى من دول العالم أن البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وانتهاكا للتفقية جينيف الرابعة التي تحضر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال بينما تعارض كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذا التفسير للقانون منذ نشأة الاحتلال باشرة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتشهيد المستوطنات واتبعت سياسة منهجية مشجعة لهجرة الإسرائيليين إليها عبر منح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة للمستوطنين وذلك في ظل صمت دولي ضد ما ترتكبه إسرائيل من مخالفات تضاف لسجل جرائمها بحق الفلسطينيين في نبأ النعاجل قال مصدر المسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة إنما جرى قبل قليل في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وأكد المصدر أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع أشعلوا إطارات السيارات أمام البواب الرئيسية للمعبر وبيّن المصدر أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت أوامر الاعتقال الإداري للمئات من الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي لمدة تتروح من شهرين إلى أربعة أشهر وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين موضحا أن عدد أوامر الاعتقال الإداري بلغ أكثر من 3490 وأن عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير الماضي بلغ 3484 بمن فيهم النساء والأطفال أعلن حزب الله اللبناني مقتل اثنين من عناصره بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان كما أعلنت حركة أمل اللبنانية مقتل ثلاثة من عناصرها خلال استهداف إسرائيلي لمنزل في بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان قال وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستضطر إلى إبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي وأضف وزير الخارجية الإسرائيلي أن على العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان كما أكد كاتس أنه لا نية لدى الحكومة لترحيل أي فلسطيني من قطاع خزة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بدأ سريان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي ودخولها حيز التنفيذ تأتي العقوبات الأمريكية على الحوثيين بعد تنفيذهم هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر كانت الحكومة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أنها ستعيد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب لوقف هجماتها على حركة الشحن الدولي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربتين على ثلاث صواريخ مضادة للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن كانت معدة للإطلاق وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن ناقلة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس أبلغت عن إضرار طفيفة من جراء هجوم الحوثيين في خليج عدن في السياق نفسه أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية أنها تلقت تقارير عن حادثة في البحر الأحمر على بعد 72 ميلاً بحرياً من شمال غرب المخافي اليمن وأفادت جماعة الحوثي أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات على منطقتين الجبانة والجاح في محافظة الحديدة اليمنية الساحلية هذا وأفاد دبلوماسي أوروبي بانطلاق العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر يوماً لإثنين القادم وقال إن جيبوتي ستكون نقطة الدعم اللوجستي للمهمة البحرية الأوروبية مشيراً أن ثلاثة سفن حربية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا تتواجد في البحر الأحمر استعداداً للعملية البحرية المرتقبة لمزيد من المتابعة ينضم إلي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور أصام الكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أصام أهلاً بك إلى هذه الساعة للقايرة الإخبارية ما الذي تضيفه هذه العملية العسكرية الأوروبية إلى جوار العملية العسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة سابقاً بالإضافة إلى بريطانيا وغيرها من الدول الغربية وسميت بحارس الازدهار حقيقة أن ما نشهده الآن من تغير في مسرح عمليات البحر الأحمر ودخول تحالف الاتحاد الأوروبي الجديد لحماية الملاحة تحت اسم سبيدوس وتعني الدرع والحماية هو انضمام إلى حلف حارس الازدهار التي أنشأته الولايات المتحدة لكن هنا يعني نعطي ما يسمى بالزخم الدولي لحماية حرية الملاحة على اعتبار أن دول العالم هي متضررة من العقليات التي تقوم بها قوات الحوثي في عدم السماح بحرية الملاحة علما بأن ما كان يقوله وما زال يقوله الحوثي بأنهم يستهدفوا البواخر الإسرائيلية أو الشركات التي تعمل لصالح هذه البواخر الذاهبة إلى الموانئ في إسرائيل لكن يعني يبدو أن العالم الآن يحاول أن يكون حليفا لإسرائيل في هذه الهجمة ونحن هنا لا نقرر أن يحق للحوثي أن يعمل ما يشاء ولكن لماذا يحق لإسرائيل أن تفعل ما تشاء ويحق للعالم أن يدعمها بكل ما أوتي من قوة ولا يوجد هناك من ينظر إلى الضحايا والشهداء والقتل في قطاع غزة أولئك الذين ليس لهم لا ماء ولا طعام ولا دواء يعني هنا المعايير المزدوجة التي نلاحظها في التعامل الدولي مع القضايا التي تخصها الشعب الفلسطيني لكن دعنا نعود إلى ما يتعلق البحر الأحمر وتأميني وهذه العمليتين العسكريتين الأمريكية أو التي ترأسها الولايات المتحدة والأخرى التي تترأسها أو الأوروبية التي أعلن عنها أنها سوف تنطلق يوم الاثنين القادم هل يمكن أن نستنبط فلسفة هذه العملية هل هي عملية لشن هجمات على الحثيين في اليمن كما يحدث في العملية الأمريكية البريطانية ما أنها فقط لمجرد حماية السفنة الأوروبية في نطاق البحر الأحمر هو الحقيقة أن تشكيل هذا التحالف من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، اليونان، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا هذا يدل على أن هناك اهتمام دولي في سلاسة مرور الحركة التجارية في البحر الأحمر وعندما تم تشكيل هذا التحالف وسيطلق اعتبار من أعتقد يوم الاثنين 19 فبراير وهو هذه المرحلة الأولى التي أعلن عن تشكيل وضع الميزانية من خزانة الاتحاد الأوروبي لتمويل هذه العملية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والمسمى بالدرع والحماية ولكنها أيضا ستنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ولكنها ستشكل أيضا قوة بحرية وقوة جوية وهذا يعني بقيام عمليات عسكرية سواء كانت بحرية أو جوية نعم سريع فقط دكتور عصام ألا يزيد ذلك من التوتر الموجود أصلا والحادث في نطاق البحر الأحمر نعم ألا يزيد ألا تزيد هذه العملية العسكرية الجديدة من التوترات الحادثة أصلا في نطاق البحر الأحمر نعم صحيح يعني هو الآن العملية عندما شكلوا ما يسمى قوتين بحرية وقوة جوية هما ستنضمان إلى القوة البحرية والجوية الذي يعني حارس الازدهار التي قادتها وتقودها الولايات المتحدة السؤال هنا هل هذه الضربات التي قامت بها أكثر من يعني خلطها ثمانين طلعة جوية وعلى مواقع قيل أنها يعني مستودعات للطائرات المشيرة والصواريخ الباليستية في اليمن هل هذا التحالف الجديد يمكن إذا أضاف هذه القدرة على التدميرية للمواقع للحوثيين في المنطقة يمكن أن يقلل تأثير الضربات الحوثية هذا ما يعني يجب أن ننطر إليه مستقبلا إذا ما استمرت الضربات في يعني أن هناك فشلا في التحالف حارس الازدهار وتحالف الذرع والحماية شكرا جزيلا دكتور أصام الكاوي وسيد الدرسات السياسية والاستراتيجية كنت معي من العاصمة الأردنية عملا اقتصاديا أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة عند 16% بعد 5 زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض وتراجع الروبل إلى أدنى مستوى منذ بداية العام الجاري ورفع بنك روسيا أسعار الفائدة بواقع 850 نقطة أساس منذ يوليو الماضي بما في ذلك زيادة طارئة في أغسطس مع تراجع الروبل إلى أكثر من 100 روبل مقابل الدولار وهو ما دفع الكريملين إلى المطالبة بسياسة النقدية أكثر تشددا لكنه أشار مؤخرا إلى نهج أكثر تساهلا قالت وكالة بلومبرغ أن صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة شهدت خروج أكثر من 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بتخرج الأموال من الصناديق الحكومية كما أضفت الوكالة أن الصناديق شهدت إقبالا من المستثمرين الأفراد منذ بدء واحدة من أكبر جولات التجديد النقدي منذ أقود في عام 2022 وتشير توقعات لأن استثمارات المؤسسات ستقود تدفق الأموال في تلك الصناديق خلال العام الجاري حيث تفضل المؤسسات تحويل استثماراتها إلى أسواق النقد مع الاتجاه لخفض أسعار الفائدة حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من احتمال تعرض شركات الرهن العقاري غير المصرفية للإفلاس والتي تعمل بشكل أساسي مع المقتردين الذين يعانون من مشكلات مادية بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض وأكدت وزيرة الخزانة أن النمو الهائل لعدد شركات الرهن العقاري بالبلاد في السنوات الأخيرة ينظر بالخطر وأعربت عن قلقها من الإفلاس المحتمل لتلك الشركات كما حدث عام 2008 ترجمة نانسي قنقر إلى جولاتنا رياضية حيث رفض لويس انريكي مدرب باريس انجرما التعليق على التقارير التي أشارت الاختراب رحيل لاعبه كليان مبابي وأضاف المدرب الإسباني أن الفريق الباريسي سيبقى هو الأولوية المطلقة بعيدا عن أي لعب ليس لدي أي تعليق عندما تتحدث الأطراف المعنية سأعطي رأيي بكل سرور أنا هنا أعمل من أجل أن نكون أفضل فريق ولن أتحدث فيما يخص كليان مبابي حتى تتحدث الأطراف التي لها شأن في ذلك أنه سيبقى الأولوية المطلقة بعيدا عن أي شيء أنا أعمل كل يومنا على حدة وأخطط للمستقبل القريب دون أن أفكر كثيرا في المستقبل البعيد وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن قائد منتخب فرنسا كليان مبابي أبلغ باريس سانجرما برحيله في يوليو القادم ليصبح لاعبا حرا بعد سبع سنوات من انضمام للفريق وأكد التقارير أن مبابي أبلغ باريس سانجرما بقراره لكن الطرفين لم يتفق بالكامل على بنود الرحيل ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بمجرد الوصول لاتفاق النهائي في الأشهر القليلة القادمة وانضم المهاجم الفرنسي إلى باريس سانجرما قادما من موناكو في عام 2017 وساعد الفريق الباريسي على الفوز بخمسة ألقاب في الدورة الفرنسية إلى هنا تنتهي هذه النشرة وإليكم تذكرة بأهم العنوين الأمير العام لأمم المتحدة يعرب عن صدمته من مستوى الدمار الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع قصة نتنياهو يقول أن كل إسرائيل أصبحت خط مواجهة ويؤكد عزم حكومته على مواصلة القتال بالجبهة كفى حتى النصر الكامل والخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لإكبار إسرائيل على وقف عدوانها في قطاع قصة إلى هنا انتهت نشرة السادسة ولكن النشرة المتابعة الإخبارية متواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة